شارك المجلس القومي للمرأة ببني سويف وبالتعاون مع وزارة العمل ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة في تدريب السيدات على الحرف اليدوية المتنوعة ويهدف تدريب إلى تنمية مهارات السيدات ورفع مستوى معيشتهن ومساعدتهن لتحقيق دخل ثابت بالتعاون مع وزارة العمل ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة شارك المجلس القومي للمرأة ببني سويف في تدريب السيدات على الحرف اليدوية المتنوعة على مدار 23 يوما بمقر المجلس القومي للمرأة ببني سويف الهدف من الورشة تدريب السيدات على بعض الحرف والمهارات الحياتية منها تدريب حرفة الخيامية والإكسسوارات كانوا من أنواع التمكين الاقتصادي للسيدات تحقيقاً لأحد أهداف التنمية المستدامة للقضاء على الفقر والقوة وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة بنحاول بقدر الإمكان أن نوفر أكبر عدد ممكن من السيدات أو نوفرهم فرص عمل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ويهدف التدريب إلى تنمية مهارات السيدات ورفع مستوى معيشتهم ومساعدتهم لتحقيق دخل ثابت من خلال إقامة مشروعات صغيرة تمكنهم اقتصادياً وتكون مصدر لتحسين دخلهم المعيشي والأسري هنقعد 23 يوم نتدرب وهنتعلم منه إزاي نسوأ للمنتجات وإزاي نحصل على فرص عمل لنا حضرت حاجات كثيرة واستفدت حاجات كثيرة والمدربين كانوا كويسين معنا جداً إزاي أسوأ؟ تعلمت إزاي أسوأ؟ وتعلمت أنني أستفيد من كل حاجة حبيت أشارك عشان أعمل بيزنس خاص بي وتعلمت هنا الماركتنج وإزاي أسوأ شغلي اتعلمت إزاي أبدأ مشروعي أتعلم الحرف وإزاي مثلاً أنا ممكن أعلم صاحبتي ممكن أعلم أختي وإن أنا ممكن أبدأ مشروع ويبقى عندي فرصة عمل من البيت يأتي التدريب في إطار دعم المرأة والعمل على رفع قدراتها على الإنتاج والتشغيل الذاتي مما يساعدها على الحصول على فرص عمل ذات مردوداً اقتصادي متميز يعمل على رفع مستواها المعيشي وذلك بإمداد المتدربات بمختلف المهارات الحرفية المطلوبة ودعبهم بالخدمات الفنية التي تمكنهم من الدخول في مجال العمل الحر وإقامة مشروعات صغيرة